مبادرة اسمها بداية جديدة وحلوة بقى عندنا تأهيل نفسي للمطلقات لان حقيقة المطلقة دي بتبقى عاملة زي بالزبط اللي هي الفرخة المتبوح في اللحظة تتطلق لكن الست جدع جلد لكن انا بتتكلم في اللحظة الانفصال بعد ما بتتطلق بتبقى في حيرة هو انا صح انا غلط طب لو انا كنت زبرت شوية طب كنت زبرت شوية عليه طب لو انا كنت استحملت عيوبه شوية طب يمكن طب يمكن تفضل الست تفضل تاخده تدي مع نفسها هو انا فشلت طب هو انا طب ما انا عملت كله علي بس هو بيعمل وبيعمل فبتفضل الحالة دي من العدم الاتزان ولا ارتجاز يعني بتبقى هي مش عارفة عملت ميل يمين وش ماله مش عارفة يا صح ولا غلط ولا الدنيا راحة بيها على فين وإن لها يحصل بعد كده ويا ترى يا حبي تاني يا ترى طبي تاني يا ترى يبقى ربنا عوضوا علي ايه هلا يبقى في واحد تاني في حياتي يحبيني ويرعيني هلا انا هقضي حياتي كلها وحيدة ساحات بيبقى فيه ستات خايفة بس مجرد فوبيا الرعب من الواحدة فحقيقي محتاجين في اللحظة دي تأهيل نفسي للست اللي هي تعرف قدراتها تعرف حياتها كيانها تقف على رجليها تاني ازاي وده مش عيب حياة هتكمل هتكمل بس اكملها صح ولا هكملها مكسورة وغلط وليه لسه معاكم مشاهدينا هنستضيف ضيفنا معنا في الستوديو هنتكلم على ايه الشروط وايه النقط مش هنسميها الشروط ايه الحاجات اللي في قعدة الصلح دي احنا خلاص بنرجع زوج وزوجة اتطلقوا والنهاردة بنرجعهم لبعض ايه الحاجات اللي هنقولها واللي هنعملها عشان نرجع حياة سعيدة هادية امنة هل يكمعك